بعد أيام على صدور تحقيق للسين إن يكشف أن الأسلحة الأمريكية التي تقدمها واشنطن للسعودية والإمارات في حرب اليمن ينتهي بها المطاف في يد تنظيم القاعدة وجماعة الحوثي يأتي التراشق الإعلامي بين قيادات جنوبية موالية للإمارات وكتاب وناشطين سعوديين من يسرب السلاح الأمريكي للحوثيين وتنظيم القاعدة؟ هذا السؤال الذي وضعه تقرير السين إن قد يفسر جزئيا سر التباين والتراشق الإعلامي بين أتباع الإمارات من أنصار الانتقالي الجنوبي ووسائل إعلامية وكتاب سعوديين حول دعم وموالاة الحوثيين قناة العربية تابعة للسعودية كانت قد اتهمت الحراك الجنوبي بالتنسيق مع الحوثيين ويأتي هذا الاتهام بعد تصريح لسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر حذر فيه من أن المملكة لن تسمح باستنساخ حزب الله على حدودها الجنوبية مؤكدا أن عدن لا تزال هدف الحوثيين الأول قبل أي مدينة أخرى رجل الإمارات المخلص هاني بن بوريك نائب المجلس الانتقالي الجنوبي تصدر حملة إعلامية للرد على اتهامات ناشطين سعوديين للمجلس بدعم الحوثيين في إطار حملة تحت وسم السعودية تطعن الجنوب وتعليقا على وسم الانتقالي التابع للإمارات دعا كتاب سعوديون وبمشاركة آخرين من دول خليجية من أسموهم بمتحوثي الجنوب إلى النأي بأنفسهم عن إيران وحزب الله وأن يتوقفوا عن تهريب الأسلحة للحوثيين الكاتب السعودي سليمان العقلي كشف عن ضبط ست شاحنات أسلحة وذخيرة إيرانية الصنع في محافظة البيضاء كانت في طريقها للحوثيين متهما الحراكيين بتسهيل نقلها من موانئ شبوة حدة الخطاب والتراشق الإعلامي بين الرياض والجماعات الموالية لأبوظبي تصاعدت بعد تحقيق الـ CNN وتقارير غربية أخرى صحيفة الغارديان أيضا اتهمت الدولتين التي تقودان التحالف بانتهاك الاتفاقيات الدولية بتجارة السلاح فيما كشف تقرير سابق للأسوشيتد بريس عن عقد دولتي التحالف اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة هذه الاتهامات والتقارير تأتي بالتزامن مع تحركات الكونغرس الأمريكي لمنع تزويد الرياض والإمارات بالأسلحة الأمريكية في حرب اليمن